اشتركوا في القناة نستخدم النصوص العربية والانجليزية أثناء المونتاج فحبا وفضلا وتكرما من حضراتكم لا تنسوا لي من التفاعل بضغط مفتاح اللايك وترك التعليقات ونعمل مشاركة لهذا الفيديو وأيضا إذا كنت ضيف جديد على قناة حكاية شغف نتشرف فيك اضغط مفتاح الاشتراك وفعل مفتاح الجرس ليصلك من أحمد صارح كون جديد ويلا وباشرة حتى نبدأ باستعراض ومن ثم شرح الجميلة والإضافة الرائعة لتحريك النصوص بشكل سينما لحضراتكم لهذا اليوم موسيقى 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 أهلا ومرحبا بكم يا أصدقائي مرة تانية بلقاءنا العطر مع حضراتكم لهذا اليوم بإضافتنا اليوم تتكلم عن بريست لتحريك النصوص إن وأوت يعني دخول وخروج النص العربي والإنجليزي بريست جدا جميلة ورائعة وأيضا مرفق معكم أو مرفق معها نصيحة لكم لاستخدام بعض المؤثيرات الصوتية إذا كنت حابب تعمل انترو أو انتقال ما بين فصل وآخر أو قسم وآخر ضد الفيديو تستعرض نصها معه تستخدم معه بعض الأصوات السينمائية فمع آآ البريست اليوم في آآ من خلال موقع الموشن آآ موجود لحضراتكم آآ أدوات نصية جاهزة ممكن نشتغل عليها لكن خلنا نبدأ على طول أول شيء طبعا آآ بيوصف هذا الفيديو راح تجد الرابط الخاص بنقلكم إلى موقع عالمكم آآ يلي من خلاله بيمكنكم من تسجيل حساب مجاني يعني انت أنشئ حساب مجاني على الموقع لمرة واحدة وكل ما نزل عنا قالب جديد ده قوم بتحميله مباشرة ما في عنا روابط بتصعب عليك العملية ولا أي شيء آآ بيعرق لك الموضوع خالص فقط ننقر على مفتاح التحميل مجاني بعد انشاء الحساب وخلاص طيب بعد ما نقوم بتحميل الإضافة يا أصدقائي آآ ممكن نحصل على الشكل جدا جميل آآ يعني ممكن تحصل انت على هذا الملف تمام سينماتيك وتحصل على الموسيقى الموجودة الخاصة ممكن تستخدمها كأنترو أو كأوترو أو برومو أو ما شبه زلك هذه موسيقى كاملة ممكن تشتغل عليها موسيقى لمقطع كامل تمام وعندنا ايضا آآ الملف المضغوط الخاص بالبرسيت ننقل مفتاح الموس الايمن ازا كنت استخدم اصدار من ويندوز العشرة او اليدعاش فرح تلاحز عندك آآ الامر آآ الخاص باستخراج او فاك ضغط الملفات الوينزاب تستخرج الملفات وندخل الى المجلد ومنشوف عندي المواد طبعا آآ الميوزيك ازا كان شغلنا عليه او نقلنا عليه مرة واحدة عندك رابط مباديك على الموشن الري ممكن تحمل منه الموسيقى كمؤتخ ومنها مؤثرات متل ما رحشتغل بلقاء اليوم ان شاء الله وتعالى طيب لو رجعنا للخلف شوي هذا ملف هذا ملف الخاص بتحريك النصوص بشكل سينمائي المقصود بلقاءنا اليوم كيف رح نضيفه الى برنامج ادوبي برمير وكيف رح نستخدمه هذا اللي رح اقدمكم يا ان شاء الله انا مجهز بعض اللقطات اكتب عليها اي نصوص يعني بس للتجربة مسلا طيب وممكن ناخد نص معين هذه حرف سواء اختصارها من الكيبورد او بنقر على اداة التكست ممكن اكتب عالمكم او حكاية شغف او اي شيء على بالك ممكن على ننتقل الى تأثيرات النصوص او باستخدام ممكن تنتقل الى خيارات اوسع بتعديل النصوص لكن ايا يكن ما في مشاكل ممكن ااخد اي نوع للخط وليكن عقلة ممكن نختبر الان تأثيراتنا على هذا النص كلام جميل لحد الان ممكن نعمل اه مسلا نفعل نختار لون اسود تمام بشان يكون في عنا يعني نوعا ما تأثير معين للنص الى ما هو ذلك اول شيء طالما ان في عندي ازا ممكن يكون في عندي طبقتين منفصلتين لنفس النص واحدة هركب علي تأثير الدخول والتاني اركب علي تأثير الخروج يعني انا بعد ما نقوم بتنسيق النص كامل ممكن انا ايش اسوي اضغط على مفتاح الالت من الكيبورد وبنكر مع السحب وباخد منه نسخة تانية لكن بعد ما انتهي من النص تنسيقه بالموضع والحجم والستايل ونوع الخط وكل شيء راح ننتقل الى قائمة الافكتس مثل ما انا شايفين وعندي هذه البرسيتس ممكن افتحها من هون اشوف كل بريسيتس السابقة اللي عندي ايام ممكن انقل مفتاح الموضع الايمن ونختار امبورد بريسيتس راح نحدد المكان اللي فيه البرسيت اللي حملناهم هذه هي وبنعطي اوبين فبتتحمل عندي وهذه تكست انيميتور سينيماتيك جيد طيب كل هذه التأثيرات موجودة بشكل جدا جميل ممكن انا فقط بالسحب والاسقاط احطها على الطبق الخاصة بالنص وبشتغل معاي المؤثر بشكل جميل طيب ممكن نختار مسلا الان والاوت ولكن هذه الان بحطها على الاول وهذه الاوت بحطها على الاخير او التاني لما راح نشغل بنشوف عندي مؤسر جميل جدا جدا لعرض النص وهذه الاوت جميل للغاية واثرات غاية بالجمالية طبعا السرعة متوقفة على موضوع المدة زمنية لكل ايش لكل طبقة نص فلما نقللها راح يكون معي التأثير اسرع خلني اعمل كونترول زيد مرتين تمام ممكن احد اتنين واخد الت وبس احبه مرة تانية ما لا يكون على النص الاخر او على الفيديو الاخر ممكن انا الان اقرب شوي او اقل المدة الزمنية شوي ام نعطي مساحة للان اكتر تكون بطيئة والاخراج يكون سريع شوي ما في مشاكل لست ملزم اذا انت اخدت الان بتأثير معين تاخد الاوت خد الاوت من اي تأثير اخر كمان ما عندك اي مشكلة فيها خلنا نشغل ونشوف كيفية ظهور النص وكيفية خروج النص لاحظ صار عندي اياه اسرع طالما انه انا قللت لمدة الزمنية ممكن نضيف مؤثرات صوتية انا صراحة سجلتها من خلال او بي اس اخدتها من خلني انا اصحب الاصوات واقطع على حدم تمام جهيد ممكن ناخد فقط مؤسر نصي او مؤسر صوتي عفوا اه مباشر من هون هذي كنترول مع الكي تمام وممكن هذا عند الانتهاء باخد كنترول مع الكي وعندي هون كمان عند الانتهاء الموجة بختار كنترول مع الكي طيب عندي ثلاث مؤسرات او ثلاث موجات صوتية ممكن انا استخدمهم واحزف البقية مش محتاجهم الان تمام اه خلنا نجرب على ميتمهل اسناء الدخول والخروج طبعا ممكن اضبط السرعة او عرض النص يعني مع المؤثر نفسه تمام اشوف المؤثر نفسه كم يلزم كم يلزم من الوقت اضبطه نفس السرعة تمام وممكن اعمل فيد بيناتهم كمان ما يمشكل وباخد الانتهاء ولي كل هون ورح نوسعه على قدر على قدر الصوت الموجود وان شاء الله ما يكون في حقوق لكن ازا حبي نرجع على مرة تانية وفي عندي اشياء خاصة ممكن نختار على سبيل المسال عفوا ممكن نختار تمام ممكن اختار الباور او الفيد او ووضع بين الاتنين عشان اعمل مسلا يعني انتقال اه متل طيب خلنا نشغل ونشوف تمام بهذا الشكل خلني انا اوسع هذا مشان يكون الموضوع اه مع حرف الار نعطي مدة زمنية طويلة شوي ممكن لو نشغل اه ممكن اضع مؤثرات صوتية متل ما ذكرت بهذا المسال هذا بكل بساطة محول اللقائي مع حضراتكم اليوم مؤثرات اه نصية لحركة النصوص بشكل سينمائي وكيف ممكن نرفقها بمؤثرات اه اه صوتية معبرة عن التحريك اه وهذا كان محول لقائي مع حضراتكم اليوم فقبل ما انتهي اه بعود وبذكر مرة تانية بكورس المونتاج المتقدم على مستوى الوطن العربي والمئتين نقطة المجانية اه المرفقة مع دبلوم بتمكنك من تحميل ادوات المونتاج وهذا الدبلوم اه يتكون من مئتين واربعين درس اه مونتاج لكل ما تحتاجه للاحتراف في برنامج ادوبي برمير برو دمتم برعاية الله وحبكم احمد صالح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى